جهود واسعة تبذل من أجل الدفع بالمسار الليبي إلى مراحله الأخيرة لكن ثم تعقبات من شأنها عرقلة محاولة الوصول إلى ليبيا جديدة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يواصل حجد الدعم الوطني والدولي لإنجاح العملية السياسية والاقتصادية والعسكرية وتثبيتها بين الفرقاء الليبيين ويؤكد ضرورة انعقاد جلسة البرلمان الليبي في موعدها لحسم منح الثقة لحكومة الدبيب المقترحة من جانبهم شدد المشاركون في لجنة المتابعة الدولية على دعم بلدانهم الكامل لجهود البعثة الأممية في إنجاح المسارات الليبية الثلاثة المتفق عليها في تونس في مقابل هذا قد يضع تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن وجود عمليات فساد طالت ملتقى الحوار السياسي الليبي عقبة في طريق استكمال المسارات الثلاثة وخصوصا على الصعيد السياسي حيث طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة بضرورة الإسراع في نشر نتائج تلك التحقيقات تحقيقات تفيد بوجود عمليات شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية من أجل التصويت لصالح قائمة الدبيبة وهو الأمر الذي اعتبره نواب في البرلمان الليبي جريمة لا يمكن تجاهلها إذا أثبتتها التحقيقات ما دفع عددا من أعضاء البرلمان إلى المطالبة بإرجاء موعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة من أجل حسم أزمة الرشاوي وهو ما قد يؤدي إلى تعطل تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الفرقاء الليبيون أو قد يؤدي إلى توجه حكومة الدبيبة للحصول على الثقة من خلال منتدى الحوار السياسي لكن حينها ستصبح مهمة إنهاء الانقسام الليبي أكثر صعوبة